الحاج مصطفى صاحب محل كبير لبيع الملابس يتقلها دائما أخبره الطبيب أن ابنته الصغرى ربما مصابة بمرض السرطان وطلب منه عمل أشعة وتحاليل للتأكد فحزن وفوض أمره لله وبعد صلاته للعصر قرر عدم الاستسلام للحزن والتوكل على الله وذهب إلى محله بسيارته وفجأة وجد مصطفى رجلا يبيع المناديل الورقية أمام محله ورجلا قويا يبطش به ويحاول إبعاده عن المكان فلما سقط بائع المناديل على الأرض قام مصطفى بالتشاجر مع الرجل الظالم وأبلغ الأمن عنه ثم سأل بائع المناديل عن عمره فعرف أنه تخطى الستين عاما وقال له يا أخي زوجتي مريضة بالسكر والضغط وأبيع المناديل كي أشتري العلاج لها بعدما وصل الحال بنا إلى بيع كل ما نملكه من أثاث وصل مصطفى معه إلى بيته فلم يجد إلا حصيرة ممزقة وبعدما أحضرت الزوجة الشاي له وشربه استأذن من صاحب البيت على أن يعود إليه بعد ساعة فذهب مصطفى واشترى للرجل وزوجته غسالة وسريرا وثلاجة ومروحة وبتجازا وبطانيتين وبعض ما يحتاجه ثم أخذ ورقة العلاج ودفع للصيدلي ثمن العلاج عشرين مرة ثم عاد للزوجين بفاكهة ولحم وزيت وسكر وخضروات وغير ذلك وعندما هم بتوديع الرجل وزوجته قالت الزوجة لمصطفى والله ليس عندنا ما نقدمه لك لكن لك عندي أن يوم القيامة لو وقفنا أمام الله سأقول يا رب هذا الرجل سترنا في الدنيا وأطعمنا فحرم النار على وجهه وأسكنه بجوار النبي صلى الله عليه وسلم واغفر له بكى مصطفى متأثرا بكلام الزوجة ثم ودع أهل البيت وانصرف وفي المساء ذهب بابنته لعمل التحاليل فقال له الطبيب ابنتك غير مصابة بالسرطان بكى مصطفى من الفرح وقال صدق رسول الله القائل صنائع المعروف تقي مصارع السوء مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ترجمة نانسي قنقر